ثانيا هذه العبادات أيضا ما علاقة مع الأخلاق لو أنك قرأتها القرآن تجد أن الحكمة من شرع هذه العبادات هي ليس أن تعبد الله تعالى فاني ولكن لكي يأود نفعها عليك بأثرك الإجابي على نفسك وعلى عائلتك ومحيطك والمسلمين فعلى قدر صدق هذه العبادة على قدر عظمة آثاره عليك أنت تمقنينة سكينة راحة يعطيها يسكب الله في صدرك بلاشك عقلتو على الحلقة الأولى من بودكاست أفكار اللي صادفنا فيه السيد عبد الكريم 40 تكلمنا على التعليم منزلي وتكلمنا على تعليم اللغة العربية لغير الناتقين بها خاصة المغاربة ديالنا اللي خارج المغرب اللي بغاو يربيوا لدوما لللغة العربية الفصحة بزاف منكم سولوا على المنصة ديالو وكيفاش يتوصلوا معاها arabicemersion.com وهذا رقم الهاتف اللي بغايتووصل معاه علموا ولدكم اللغة العربية الفصحة طيب نحن نتكلمون إن شاء الله نقينوا بالنصر إن شاء الله لأهلنا في فلسطين ونقينوا به وكن إذا تنزلنا شوية نرجعوا لبلادنا المغرية بكل واحد الفرض مع نفسه شنه الأخلاق يعني من غير يعني خلاص الصدق لي هو كلمة جامعة للمجموعة من الأخلاق الأخرى الآن يعني كيفاش نتحلوا بمجموعة من الأخلاق المهمة باش أننا نتحيا فينا ذيك الهمة وناخدوا يعني بزمام الأمور نحاولوا نغيروه ونحققوا الاستخلاف الخلال هذه المسألة لا يمكن أن تأتي بالأحلام ولا يمكن تأتي باللاببالات ولا يمكن أن تأتي بالاهتمام بالصعائر الكرة 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 الغناء لا يمكن أن تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا النوع أنت الاستهتار في الوقت وانت أغلى ما كرمك الله بإلى أمور أمور يعني يسن فوق تفادي شهر هذا هو بهذا ستنقى الله تبارك وتعالى لا تزلوا قدم مع عبدنا حتى وسعلا مع الله عن عمره فيما أفناء وعن شبابه فيما أفناء وعن علمه ماذا عمل به ومماله مما اكتسبه وفيما أنفقه هل بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى ولذلك هذه مسألة جدية الله أمره جد وليس بالهزر الناس الدين تأحب ذاته مجموعة تستهزئ به تحاربه نهارا جهار وليس هناك من يرد يحارب على مستوى العلاقة العبد بربه على مستوى الأسرة العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج أحد المسؤولين يقول هؤلاء الذين عندهم نحراف في الفطرة هم لغوبي قوي لا يمكن مواجهة يعني الاستسلام لا يعني المرأة تباشر الكلاب مثلا يعني في البلاد الأخرى وهناك قوانين تجوزون يعني حينما تصل مثلا إلى بلد مسلم مثلا 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 إلى أين نحن نسير يعني ألا يدق ناقص الخطر عند إنسان يقال له مسلم عند عائلة تقول عائلة مسلمة عند شعب يقول نحن مسلم عند علماء يدعون أنهم حماة الإسلام عند إعلاميين الواجب فيهم أن يرفعوا عي الأمة لمستوى اللحظة عند الأموربين عند حكومة عند الدولة التي تقوم على الإسلام هذا ليس أحلام ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب إن الأمور ليست بالتمني الأمور جد ولذلك إن صبحت لي إن شاء الله تبارك وتعالى فالموضوع تعالى الأخلاق إن شاء الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام حينما يتحدث عن اكتمال هذه الأمة حينما تكون أهلا لحمل هذا وهذه الرسالة من أرزل الله في سورة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورهدت لكم رسالة سلمي صلى الله عليه وسلم شرحه بطريقة عجلة قال مثلي ومثل الأنبياء من قبل مثل قديم تربية هؤلاء الرجال أصحاب الرسالة المؤثرين الذين لا يتأثرون يؤثرون لماذا يؤثرون ولا يتأثرون لأنهم يتصلون بالمؤثر الحقيقي ما يكونوا كذلك الذين يعبدوا الله على خرفه هنا صابة خلط معنب هنا صابة فتنة القلب على وجه خسر الدنيا ولا خير لا ناس صادقين يقولون مثلي مثلي ومثل النبيين من قبل كمثلي رجل بنى بيت أحسنه وجمله ولونه ومتعه بكل أسباب النظارة قال فاطفق الناس يطوفون من حوله فيعجبون بهذا البناء لكن حينما يصلون إلى الزاوية من الزاوية هناك عند الثقف مكان فارغ يحتاج لإتمام البناء لهنا توضعه هنا يقول ما أجمل ما أكمل ما أروع ما أحلى هذا البناء لو لا وضعت تلك البناء قال أنا تلك البناء صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنا أتمم هذا البناء الإسلام الذي جاء من عند الله الاستسلام لعمر الله لما أسلم وتله للجبيل إسلام أن يكون الإسلام مسلما مستسلما لعمر الله تعالى صادقا في استسلامه لعمر الله لا يلتفت قلبه عن عمر الله هبدا ولو وضعت المناشير على رؤوسهم كما في الأمم السابقة لا يردم عن دينهم أمثال أهل الأخدون جميعهم أمثال صحرة إن آمنا بربنا ليغفرنا خطايانا وما أكرهتنا عليهم والله خير وعبقى هكذا يقطع أيديهم ذو من خلاف ويصلبون وهم على الحق يقول أنا هو تلك البنا يقول ابن عمر في الحديث الصحيح في الصحيح بني الإسلام وعنكم آه بناء بناء بني الإسلام وعنكم شهادة أن لا إله إلي الله هذا كمش ترباه الناس شهادة ثم الصلاة الزكاة الصيام الحج واسمه هذا هذا إذن واسمه كيل الساس فكل بناء لا يبنى على أساس نهدون فلابد من أساس أهمي يقفل قرن ولانك من مات شهادة 14 قرن ولازل يؤمن مواقف عبد الله محذف استهبي يعني الملك الروم نفعل لك جي تم تجبعه ثلاثة أيام معطي الخنزير لا معه مرأة حسناء فبات سجيدا فقال تدى حجر جي أبيه لك يربى في القدر فبكى قال لو يبكي قرد قال لما تبكي قال ما إني لا أبكي جزعا من الشهادة ولكن وددت أن الله أعطاني من الأرواح على قدر هؤلاء السجناء والأسراء فمع كل نفس تخرج في هذه القدر يفرج عن أسير المسلم قال هل لك في أن يفرج عن إخواني قال نعم قال قبل رأسي قال أطلق صراحهم حتى أتأكد أنهم خرجوا من مملكته فأطلقوا فقبل رأسه فلما وصل إلى المدينة وصل عمر الصبح ثم رأى رجلا هناك في الرك قال عبد الله وقد بلغه مفاعل قال حق على كل مسلم سمع بك أن يقبل رأسك فقبل عمر وقبل الصحابة وقبل أي أي رجال هؤلاء أي رجال هؤلاء إذن فهنا لك أساس إن بغي تربية الناس على لا إله من الله على محبة الأخرة على تذويب كل حظوظ الدنيا من القلب أن يذاب بأموار الحق ينبغي للإنسان أن يخلي قلبه من شوى الله فلا يعمل إلا لله ولا يتحرك إلا لله ولا يقصد إلا الله ولا يرغب يرغب إلا في مرضات الله هذا الأساس الأركان لذي السواري هذا الرأس الآن السواري وهذه يسموه الصلاة والزكاة الصلاة والزكاة والبناء فر البناء ما كيجي البناء هذه البنية علي إذا فهنا عليك عقيدة وأركان تمتد من العقيدة والبناء يمتد من قوة العقيدة وقوة الأركان هو المنهاج السلوك الأخلاق أليس قل يقوله الله من قرأها ثلاث مرات كأنما قرأها القرآن لأنه يتحدث عن ثلث الدين وهو العقيدة لأن الدين واسموه عقيدة وعبادة ومعاملة المعاملة فيها زوج بينك وبين ربك لي العبادة وبينك وبين الخنق لي يتعاملك مع الخنق مسلمه وكافره في الحرب وفي السلم في الدبلوماسية في الاقتصاد في الاجتماع هذا هو الإسلام فأنت إذن لابد أن تعرف أن من يزعم أنه مؤمن ولا يصلي يقول لك شيخ عبد الله أنه مرضي الوالدين لا يزعم لا يزعم للناس ولكن ليس يدار رئيس ليس يدار رئيس ولكن يبني على إساس وعلى غير بيلي كيف سيكون بيلي أقل مش للرملة وحفظ للرملة ومن يبني واسمونا مرضي الوالدين كده وكده سح ما نصلي وه فرالبلي قد تلقى راقي ساقا وكسوك أنا ما كان ضلم تشي حد مثلا ومرضية الوالدين ودقول كان عندي رسالة وتقول أنني صليت ركعتيني وجيت هذه رأت تصلي وقلت يا ربي صلي صلاة الحاجة يا ربي تفقني إن شاء الله بيش نأدي الرسالة كما يحب الله واش هذي هذا كلام هذا هذي رأت هذي في البنيان خلينا يبه هذي أنا كنت تكلم لك عن الناس اللي خرمه هذا وخليهم مساكين ذكره ما ما مش الفكرة تماما حيث الفكرة ما كان مش العقيدة حيث الفكرة ما كان طر رؤية إذن هذا هذا الإنسان هذا اللي كي يجي مثاليا ما يصليش كيف أنت تولد أن تربي مثلا جيت صادق وقاطع الصلاة بالله لي تشعري ما علاقة الصلاة بأنه الصدق واش الصلاة تزيد لي تشعري أي أرض تقلني وأي سماء صدق مع الله صدق ماشي معي مع الله الله يقول لك إذا وقفت بين يدي فقلت الحمد لله أنت تناجي فقل الحمد أني عبدي الرحمن الرحيم أثناء عليه عبدي ملكي يوم الدين مشجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعي هذا بيني وبين عبد إياك نعبد إياك نستعي أنا أستعيل بك على عبادتك والعبادة هي هي وظيفة الإنسان التي كلف الله هو بالخلق وما خلقت الجن وليسي الله ليعبدون وهذا عنوان العبادة هذه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم تعليم هؤلاء الرجال من آدم إلى يوم القيامة إمامهم هكذا محمد صلى الله عليه وسلم وقرأوا الأنبياء والصدقون والشهداء والصالحون إلى يوم القيامة غير طريق المهضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يلتزموه والضالين الذين عرادوا الحق ولم يقصدوا لتحقيق الحق طرق السليمة أي جاهل شو نوصل أنت كيف يمكن أن تكون صادقا وأنت لا تصلي أنت لايلا ما صليتش معناها أنك قاطع واسمني الصلاة صيدة العبد بالله شو واحد الآية أشكري أقول ستر أنا أقف عندها كثيرا في صورة المعارش يقول الله تعالى إن الإنسان خلقها لعا إذا مسه الشر مزوع ما يثبج إذا مسه الخير منوع إلا المصد شكرهما الذين هم على صلاتهم دائما دائما يستخدم ما معناها أن هؤلاء الدائمون على الصلاة لا يجزعون عند الفزع ولا يطمعون عند الطمع بالذي يجعلهم ثابتين صادقين صابرين لا يباعون ولا يشترون في سوق نخاسة نخاسة الأفكار مدومتهم على الصلاة أمامنا مدومتهم على الصلاة أبصيتهم بالله سبحانه وتعالى أمامنا مدومتهم على الصلاة الصلاة مع الله سبحانه وتعالى موصولها لم تنقطع لأن السيد ذا بك يقول وكاين واحد الآيات يحافظون على الصلاة الفلحة المؤمنون الذين هم في الصلاة وفي التالي والذين هم على الصلاة يحافظون يحافظون أنهم يحافظون على في وقتها ولكن الله لا يكرر المعنى هذه دائم ما معنى دائم أي أن أثر إذا خرج تخرج معه أي روح الصلاة التي أخذ في المسجد تدوم معه في حيات كلها تدوم معه وليست هذه التقوى التي قال عنا الله سبحانه وتعالى كما نعلم الآية الأولى هي وما خلقت الجنة والإنساء إلا ليعبدون يعني غاية من خلق هي العبادة وكذلك الغاية من العبادة يا أيها الناس عبدوا ربكم غاية من العبادة عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أو ليس هذا هو التقوى هذا الذي أقوله الآن هذا بإذن الله تبارك وتعالى ديبومة روح الصلاة في الحياة أعظم من التقوى التقوى بعد التحاوات ماذا امتفال أمر الله ابتغاء مرضاة الله يعني التقوى هي امتفال الأمر أمر تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله على نور من الله رح علم وتنفيذ الأمر ابتغاء مرضات الله وهي أيضا ترك معصية الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله وهذا قد يخفض في بعض حيات وقد يقوى في بعض حيات وقد يستقر لمدة على حسب إحسانك وإيمانك وطاعتك يزيل بالعبادة بالعبادة والصلاة والخرء والخرء قد ينقص بالمعصية أما هذه الحالة التي قال دائمون أي أن هذه الحالة مستقرة ثابتة في حياته كلها أي أن التقوى أصلح لباسه لبسها فيستحيل بعد ذلك أن يخلعه أو يتخلى عنه والصلاة تناديك للصلاة وقلبك فيه أثر الصلاة فكأنك تركت قلبك في المسجد وخرجت بجسدك قال عليه الصلاة والسلام السبع الذين يظلمون رجل قلبه معلق هو صلى وخرج لكن قلبه معلق أي بقي القلب فيه في هذا المصنع والرباني الذي يطحفن القلب وينوره ويجعله قد حسم في مسألة التوجه وهو يخشى يخشى أن يلتفت عن الله رحمه أنا أقول لكم هذا محمد بن سيوار مع عبد الله مساعدة تسدري هذا أول دخل إنه محمد بن سيوار خان عبد الله مساعدة تسدري كان عنده أربع سنين وكان يسمع في البيت اللي يقو فيه الليل فكان مني شوفه يشوفه حال العلم لماذا ذلت نبيها عبد الله قالوا حب أن أفعل ما أدفع قالوا لك الصغير لكن مرر على قلبك هذه الكلمات عشر مرة لعام بأكمل الله معي الله ناظري وهو محاسم فلما مر العام قال عبد الله كيف تجدت قال أجد لها حلاوة لا أستطيع مفارقتها وأريد أن أكرر أكثر قال قلها مئة عاما وقال عاما ففي السنة السادسة قال كيف تجد مع الكلمات قال لا صبر لي عليها فأدخله إلى الكتاب فحفظ القرآن أقل من سنة وصار يقوم الليل ويصوم النهار وهو وشعر عنده سبع سنوات فجاء يوما هذا هو الشاهد إلى خالي محمد مسوار قال يا خال هل للقلب من سجود قال نعم وهل سجد قلبه قال لقد سجد قلبه قال يا أمير إن القلب إذا سجد لا يرفع من السجود أبدا ديمومة روح الصلاة في القلب جعلت القلب ساجد مستحل من الله وأن يرى من قبل الله فيما يغضب الله يعني مسألة يصل بها الإنسان في الصلاة هذي الناس يقولك ماذا يدير لي الصلاة شيء واحد يقولك أنتم ما فعلهم في الجواء هل نصطل على السوار خلتم ما أدرون أنا استئزاء وإذا نديتموا إلى الصلاة يتخذوها وزر وتهزأوا بالصلاة كان سيدنا عمر رضي الله تعالى إذا أرد أن يختار قائد الجيش يخص تقول عنده الكفاءة تعلق القتال لكن كان ينظر إلى الصلاة أولئك المؤهلين لقيادة الجيش يقول وجدته 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 من عمال المقرن راح يصل فكان قائد المسلمين في تكسير شأفة عباد النار الفرص في المعركة الشهيرة نيها أولند استوش كان يعني يختار لهذا الرجال هؤلاء إذن هذه مسألة البناء كان الأساس كذلك صارت تنهى عن الفحشاء والمنقر أي خلق الفحشاء والمنقر أخلق سيئة هذا الشي اللي بدنا بصنوه الآن هذا هذه العبادات يعني ما فائدته قوية العقيدة والصلاة بالله والعقيدة والإيمان وصويد والصلاة خلق تعظم هذه الأوامر ثم يجي البناء أنت واسم الدير مثلا عقيدة في القلب وعبادة بينكم يا ربي ليس هذا هو المقصود فقط فالله غني عن عبادتك وعن عقيدتك فلو أطاع الخلق كله من ربهم زد ذلك في ملك الله شيئا ولو عصوه جميعا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا لكن الله شوف البناء أراد لقلبك لهو ملك الجواره أن يكون ساجدا بين يدي الله معظما الله يخاف الله يرزو رحمة الله يحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يحب الله أشد حبا يقول شيء إن كان آباؤكم أبناؤكم أخوانكم أزواجكم عشيرتكم أموال يقترفتموها تجارة تخشونك سادها مساكنت أحب إليكم الله ورزوه الجهاد في سبيل فتربصوا عقية الله والله لا يهدي القوم الفاسقين إذن لا هذي كل شيء يوصلني هذه المسألة عن محبة تأسي دربس وعلي تقول لمحبوبك لأن الإنسان إذا أحب شيئا أطاعه فالحبيب للمحبوب مطير قل يكونوا تحبون الله تتبعوني يحبينكم الله هذه آيات تسمى الانتحان هذا الإيمان ثم بعد ذلك هذه العبادة واسم الدين تجد تقول سألتك بالله تبارك وتعالى واسم الدين ثاني عودات تحسن علاقتك مع الناس أين أثرها هذه العقيدة في القلب وهذه العبادة التي تنظم علاقتك مع ربك وبنادم وليديك البر الرحمة زوجتك خيركم خيركم الاهله ولادك تربيتهم التربية الحسنة زيد جيرانك رحمك المسلمين رحمتك للمسلمين للضعفة للفقراء حامل رسالة لبشرية كلها تبلم وتفدي عمرك بل وتشفق من الخنيقة وتود كما قال عمر بن عزيز وددت لو أن جسدي سقط عضلا عضلا وقطعة قطعة وكلما سقط جزء من جسمي أحيى الله به سل في الأرض يعني أنا مستعد الآن أن أضحي بهذا الجسم خلية خلية مع كل خلية تموت في الله يحلي الله به سنة هذا هو قصدي مثلا هذا هو ما أريد أنا لا أريد أموالكم لا أريد منازلكم لا أريد كراصيكم لا أريدها أنا أريد للبشرية أن تعرف طريق العودة إلى باريها أنا أريد للخليقة أن يرد شاردها إلى من خلقها لتسعد في الدارين الدنيا والآخرة الناس في شقاء ولا يعرف نعمة الإسلام إلا من عاش الجاهلية إذن فالإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى هذا هو ولذلك نحن عمنا الأخلاق في الإسلام واسمه مرتبط بالإيمان سيد مين بيصلاح ما شك يقول مين بيصلاح ما شك يقول مين بيصلاح أؤمن بالله ويقول خير واسمه وأنت تؤبر بالله واليوم الآخر وأنت تعرف أنه ما يلفظ من قوله إلا ليهرقمه ويقول إقرأ كتاب كفى بنفس الكريم وعليك كحسيمة ويقول يا وإلى تنمى لهذا الكتاب لا يغادر الصغيرة ولا كبير أحصاها ووجدوا معامل وحاضرة وأنت تعرف أن كل هذا الذي أقوله يكتب الآن فيقال لك ماذا أردت به تسأل عن كل كلمة ماذا أردت به من الذي دفعك لكي تقول ذلك حتى مل يسأل الصادقين عن صدقه أربي والكذبي يسأل الصادق عن صدقه شوه لا شوف شوه الإحصاء الشديد شوه الإحصاء الشديد إذا أنت إن شاء الله تبارك تعلم لك ويكون شغلية تكتب فلا تقول إلا كلمة تنفعه فقد يقول الكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا تهو به خريف الفجان وقد يقول الكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت يرفعه الله بفعل آلية الكلمة الطيبة صدقة مثل كلمة طيبة كجر طيبة ولذلك الكلمة الطيبة والوجه الطلق ولو أن تلقى وجهك هذه صدقة هذه صدقة إذن هذه مسألة إن شاء الله العلاقة على الإيمان بالأخلاق ويقول من كان يؤمنوا بالله من الأخير فلا يؤذي جارة من كان يؤمنوا بالله فلا يجلس على مدى التين يضعوا في علي الخمر من كان يؤمنوا بالله ولو بالآخر يعني كل أخلاق دافع الإيمان هناك في الغرب إذا كان صادقا معك أو لكان آمين هو لا يؤمن بالآخرة ولا بالله هو يخاف على مصرحته أن تنحب أضراج الرياح لأنه خسر اسمه في السوق هم هكذا هم عندهم اسمه واسمه الدافع المنفع المصلحة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخير يمغافلون هم يعلمون فقط هذا ظاهر حياة الدنيا هو يريد أن يتمتع في الدنيا الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تكون النعم والنار ومثل هم هكذا أما إحنا إحنا إلا أصدقت معاك وإلا أعطيت الأمانة شتال المرة وحد السيد صباح ربعين مليون وإلا ملتف تاكسي وده ربع على أخوات وجابها ما الذي دفعه في أمس الحاجات إلى إيمان كون صباح شيء واحد الذي لا يؤمن يمكن أن يردها هذه الأمانة شكو هو يخاف الله هو يرجو رحمة الله تبارك وتعالى إذن هذا الإيمان هو الذي يجعل جميع الصدق والرحمة والصبر وطلاقة الوجه وكل ذلك يفعلها زين لأن لها شرم عظيمة إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المقصطين إن الله يحب التوابين إن الله يحب المتطهرين إن الله يحب سبحان الله كل شيء يقربك من الله الله يبغض إن الله لا يحب الظالمين لا يحب الكافرين الله تبارك إذن الله تعالى يحب هذه الصفات يحب هذه الصفات ويبغض يكسها وضدها فأنت حينما تفعلها إنت تحب يحب الله أربي يقولك أنا نحب المحسنين أنت تحب يحب حبيبه الله حبيبه الرسول حبيبه والرسول هو النموذ الأعلى في تطبيق هذه الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليظا هذا في الدعوة إلى الله وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين أي للبشرية جمعا صلى الله عليه وسلم إذن فأنت تحاول أن تشرع ببعنخك إلى هذا المثل الأعلى وأن تحاول في كل مرة تتحامل من أجل أن تخطو خطوة وجه هذا المثل الأعلى أنا مشي المثال للمغلية ولا اللاعب ولا حلاس نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج الأتقال وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونجي يتكلم عن القضية تعالى الأخلاق يقول حبكم إلي وأقربكم مني مجلسة يوم القيمة حسنكم أخلاق أقربوا الناد قال أموذي صلى الله عليه وسلم هايوا الناس أحسنوا إسلاما وإيمان قال أكملهم خلق قالوا أكثر ما يدخلوا الناس إلى الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قالوا أكثر ما يدخلوا للناس النار قال الأجوفان الفم والفر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما في ميزان العبدية ومن القيمة أثقل ما في ميزان العبدية ومن القيمة حسن الخلق قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينال بحسن خلق درجة الصائم الذي لا يفتر والقائم الذي لا يفتر قال رسول الله عليه وسلم السائع على الأرمن واليتيم كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفتر وهم امرأة على هدى رسولي لجأت لعائشة ومها جريتها سألتها عائشة أن تعطيها شيء فلم تجدها ثلاثة مرات فأعطتها ثلاثة فأخذت تمرة فأعطتها لجريتها على اليمين بسرعة شطرتها نصفين في زراتها وأعطت الأخرى لجريتها على الشمال فشطرتها نصفين فكلتها وهي لا زالت تلملم نفسها فنظرت إلى اليمين فوجدته ما قد أكلت قد أكلت تمرطيهما فلم تطوح نفسه بهم الأم لجريتها من الآن يوليد في الزق هذا الشيء الذي يفتت وعكبها المسلمين وهي شيء تنظر فشتر تمرطها شطرتا فأعطت شطرتا التي على اليمين والشطة الثالي وخرجت خاوية الوفاء ولم يدخل جوفها شيء فصدرتا فدخل المسلمين فروت له القصة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله رحمها برحمتها بنتيها أي أدخلها الله بذلك إذا الإيمان هو الأصل ما شبحنا هما هما عندما ذلك شيء نفعي برقماتي ميك يذلي غاية تبرر الوسيلة لو كانت غاية مثلا هو أن أربح بكذوب نعم بغزو بلد يخزون البلب البطر يخزون البلب إذن هذا المؤمن إحنا مش بكذلين أنا كما نتعبد الله بالغاية الشريفة أي بالوسيلة الشريفة التي تؤدي إلى غاية الشريفة أنا عاقل الله تبرك تعبدنا بالغاية والوسيلة ثانيا هذه العبادات أيضا ما علاقة مع الأخلاق لو أنك قررتها القرآن تجد أن الحكمة من شرع هذه العبادات هي ليس أن تعبد الله تعالى فني ولكن لكي أود نفعها عليك بأثرك الإجاب على نفسك وعلى عائلتك ومحيطك والمسلمين فعلى قدر صدق هذه العبادة على قدر عظمة آثاره عليك أنت تمقنينة سكينة راحة يعطيها يسكبها الله في صدرك من يريد الله يهديه وشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضي الله يجعل صدره ضيقا حريجا كأنما يصعد في السماء شرح الصدر فرح بهذا ثم انطلق بهذا الصدر المنشرح يخدم دينا مع عائلته معه وذلك تجده رحيما بكل الناس شفوقا بكل الناس وذلك الصلاة يقول سيدا بين الصلاة هتنهى عنه في حشاء والملك كسمه هذه الصلاة كسمه سماه بإذن الله تقوي آليات رفض المنكر تنهى ومتى بإذن الله يتنهى شكو نولينا الحي ولا الميت الرأيتم ميت ميتا مسجى يقوم لكي يدعو الناس إلى الخير ووينها مع الشر الحي الحي وش هالموعد الحي هو ميت لأنه لا يدعو ولا يأمر ماذا فكذلك الصلاة التي تنهي هي الحية أما الميتة التي هي أشكال خالية من تعظيم الله على صلاة دائمون أي لم تكن لها ذلك الأثر الذي يرسخ في القلب محبة لله تعظيما لله خوفا من الله رجاء في رحمة الله أن يصير القلب محاطا بأنوار التوحيد بحيث لا يستطيع الشيطان أن يقرب هذا القلب قال تعالى في كتابه إن الذين اتقوا إذا مستهم طائف ومشيطان تذكروا في ذا مبصرون هؤلاء الذين استنار قلبهم خرج الشيطان وأصبح حتى حتى طريقة الوسوسة تأتي من البعيد نظام لا يقدر شيء يقرب يحترق وننبي في حديث أرضيها من سعيد إنه جاثم على قلب المئات إذا ذكر غيخ نص وإذا غفل هذا وصل الدرجة أن القلب استمار فلم يتحمل نور الإيمان في القلب فصار يطوف فقط من بعيد إذا شوف المسألة فينا أقول هذا الصلاة الحية الصلاة الحية أي تقول الحية تكون حية معنى أنها حارسة من حراس هذا العبد فكريا إيمانيا بدنيا سلوكيا من السقوط فهذا فئة الشيطة مصير تقوي آليات الدفاع الدفاع لآل ذاتي داخلي للمنكر كيقول في المسألة عليه وسلم من جملة ثلاثة من كنا في وجد بينا حالة منهم أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقضف في النه يقضف في النه رهون من أن يعصي الله الصلاة صلاة صلاة صيام صيام كيقول صدف بالعل لكم تتقون هذا هو الهدف رب صائم اللي سألهم من صيام اللي الجوع والعطش رب قائم اللي سألهم القيام إلى التعب والنصب لأنه كان خاول هذا أحد القيام الذي يقوم الليل كامل وهو يقرأ على لعنة الله الكاذبين وهو كذب الصيام الصيام الآن يصوب وكذا وكل شيء لكن يصوب وفقد علي الطعام لكن عيناه إلى الحرام فلا 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 هذا الشديد للهنترنت وإذنك يسمعون حرام لسانه يغتاء يداه تبطشان إلى الحرام رجلاه تمشي إلى الحرام بطنه يدخل في الليل إلي الحرام يعني يعني أشفر الصيام أشفر الصيام أشفر بنسبة الزكاة كيف تكون العكاس على خلقين الزكاة رقالها خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم تطهيرهم تطهير لهذه شوه فيها التطهير رباعي 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 هذا التطهير تطحر قلب المعطي من الشوح وتحرر قلبه من عبوديته للمال لأن جبلت النفوس على محبته تحبون المال وبالجل فيخلص الزكاة دائما الصدقات هو تمرين وتدريب على أن تجعل المال في يدك لا في قلبك وهذا من أعظم الترمي ومن أعظم التزكية لأن في التطهير عد زكية ترجع التطهير رباعي ظهر هي اللغة عد زكي ما من عد زكي ينمر خير وتقول إن شاء الله يعطاه فأما من يعطاه واتقاه وصدق تصير طريقه إلى الطاعة سهلا يذهبوا إليها مشيطا مشيطا من بعد من بعد إن شاء الله تبارك وتعالى التطهير الثاني هو تطهير تطهير تقول قلبه المعطي لا فلا يجد بغضا على الأغنية وجد من يعطي فيحب فيكون هناك نوع من طهير المجتمع من الحسد والبغضاء والقلاق اللي كيقول فيها ماركس يا معاشر الصعاليك انتفضوا همع النجاح كيقولهم أنا كنت سمعت لكم كنت نقرأ في الجامعة كيقولهم لا تعطوا للفقير الصدق فإن ذلك يؤخر الثورة مئة عام الثورة الثورة كذا هو وليعمل مع الله تعالى كان الدين عنده أفهم الشعوب كذلك من الأركان كيف الحج ويعني ذلك العناء الحج الله قال فمن حج البيت فهنا رفض فهو شعور الحج هو الذي جمع بين العباد المالية والبدنية والروحية قال ليشهدوا منافع لهم منافع كثيرة لهم أول أنه ينفق الماء ثاني أنه يغاضر البلد وهذا نوع من 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 حمل النفس على ترك العادة والألفة في بلاد نحتضنك وأهل نحتضنون وأنت تذهب إلى مكان وكنت لأس في الفراش مش لأس في الأرض وكنت لبس مع مسجد بس مزيان فإذا بك تدري نفسك في ثياب كالكفن لكي تتساوى مع الناس وهذه المدينة الفضل التي تحدث على الفلسفة والنبي صلى الله عليه وسلم طبقها على الأرض فترى تجد الغلية والفقر كلهم متوجهون إلى رب واحد يدعون الله بألسنة المختلفات فسبحانا من لا تشتبعوا عن المغاد ولا تتداخلوا أبدا دعوات الله صلى الله عليه وسلم الأحمر والأبيض كلنا في صائد واحد يلبسون لباس واحد متجردين من كل مكان يميزهم اللباس الذي كان يرفعك قبله جلوسك أصبح الآن نزعت الثياب وخلعت الألقاب ووقف الناس كلهم عند باب الواحد التواب وتقطعت بهم الأسباب وصاروا نادون الواحد التواب واحد صاف إذن هذه وفيها دروس كثيرة جدا لا رفث ولا فسوك لا رفث رفظت على اسمه هو ما يتحدث به المرء مع زوجته في الفراش هذا مباح له هناك ممنوع قد دخلت الآن إلى عالم يشبه الآخر كلهم ينسلون إلى مكان واحد ويخرجون من مكان واحد بلباس واحد لا تكت تميز بينهم وأقربهم إلى الله تعالى ما يحمل في قلبهم من تقوى وحب للخير لهذه الأمة الفسوق جدال يعني كلها أخلاق سيئة سيئة يعني كان الرفض كان الفسوق الفسوق هو فسقطت الحبة أي خرجت عن يعني محرف فسوق محرف يقال محرف فما يبرز فيه بإلحاد بظلم الندخ فقط من أراد فقط ذاك المكان من أراد فقط فلا رفث ولا فسق الجدال في الحاجة يتجادل إنسان الأمور بسيطة هذا ليس مكان للجدال أو إضاءة الأوقات في الأسواق يعني تدريب على الخلق تدريب لمتشوف الصلاة تدريب يومي خمس مرات في أوقات حرجة يجب أن تكون حاضرا فيها تحل ضيفا على رب الصيام لأن الجمعة هي مغسلة أسبوعية هذه يومي الصيام سنوي الحاج للأمر فأيما ذرن يبقى بعد تأذية هذه العبادات إلا بقى أنت على يومي أنت بشي بسيطة أسبوع قف الأسبوع بشيط الشهر بشيط الشهر بشيط اللام بشيط اللام كيف يدعى العمر من حاجة فلم يرفث والرجعك يوم ولدك والحج المبرور ليس له جزائي للجنة ولكن أسبوع مقصد هوات ربك الصلاة وفي التزكية تنبيه الخير والعج جامعها وأفاض فيها جمعات فيها كلها كلمة تزكية أي تزكية كذلك نمو يعني يحتل نفس تزكية الأنفس نعم ولذلك الدين فيه ثلاثة ثلاثة على المجال مجال العقيدة والفكرة والرؤية وهذا كي يسميه اسمه الاعتقال هذا العلماء على الكلام هم اللي يتنسون فيه علماء العقيد أنا لشاري ورم يتدقون خلوا قاعد معارك كل المعارك وصاروا يتعاركون حول مشاكل وقعت في القديم واغبر لها العلماء رضي الله عنهم حينما دخل إلى المسلمين الكثير من الأعاجم وكانوا يحميون أفكار متصبرات عن الإله وجاءوا إن شاء الله قاعدوا القواعد وكلهم كانوا يريدون تنزيه الله تعالى وتعظيمه واتصافه بصفات الجمال والجلال والكمال هذه المسألة لاعقيدة لاعقيدة الي كنا نقول بلاد نيمان والساس وكيها يظل يتكلم عن الاعقيدة ويختر يظل يتكلم ويحقق وكذلك تحسب له سهورة موحد فقط لأنه تلوكوا ألسينته يلوكوا لسانه هذه القوالب جل العقيد ذاتها الصفة شي حاجة قال الأشعارية وقال السلف وقال المدردية لا خلوا لأولماء لك شي خلوا لأولماء فليكن لها أثر في قلبك لكي تعمل وتتحرك بها فإن الوقت قصير ينبغي أن تستثمره لإيصال الفكرتين للناس وشي تضيع الوقت دا هذا كل ناس كانوا هدك والمشكلة تعمل طرح فالباغولا فعلى عقل ما لم يكن مقلوبا على عقل نكون بسن وزن احنا عندنا مشكلة الإلحاد مشكلة محاربة الأسرة محاربة الشيوة المخدرات الإعلام الفاجر التربية الفزدة هذا هو المشاكل اللي عندنا عنا ما لكو أنتم تقاتلون في الساحة الخطأ إذن هذه إن شاء الله تبارك وتعالى أنا قضية ثلاثة أشياء بني على الإسلام قلت العقيدة 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 إذن فهذا هذا مسألة إن شاء الله تبارك وتعالى الأخلاق منها العقيدة العبادات تنمي الأخلاق إذن الأخلاق هو اسمه هو الجانب العملي لحضور العقيدة الحقيقية التي تغذيها العبادة الحقيقية فتزكي الإنسان بعد تطهير قلبه تطهره من رهائل الأخلاق وتحليه بفضائل الأخلاق هذه النتيجة إذا تحلينا بذل إلي قوينا عقيدنا وقدنا إيماننا ودقنا عكس ذاك الشيء على أخلاقنا وش هذا هو يعني اللي غير وصنا وهذا الشيء بعد قبل بدأك سوايا هذا الشيء يحدث تماما يحدث هكذا كلقوا وعقيدوا ويعبد الله وأخلاقوا سيئة وتعاشر في متكبر قاسر مبتدع فازر يحاكموا الناس نحن في المنصورة يصابوا بالعجب والغرور حلاش يعني كينش خالوا نوقعنا في العبادة ديالو ولا في العقيدة المنهج الذي اعتمده في أخذ هذه الأمور هو منهج بائد عن منهج العلماء علماء السلام لم يأخذ بركة العلم والسعيد في الدنيا من قيض الله له شيخا ربانيا يحب الخير للخط متوافع ربنا وسعت كل شيء رحمة وعن الرحمة قبل هذا كنتسمى علماء جبادرة لا ينتفع الخلق منهم أبدا وقد عشرت الكثير منهم حينما ذهبت إلى أحدهم مما صفحته كان يثني ركبته بعد الفجر ويبقى هكذا يقرأ إلى أن تغيب الشر اشتهاته يقول في أمام مصر عجل حكرون صلاتكم إلى الصلاة فلما سلمت عليه قال مهمته قلت مؤلم قال لقد زار أحد المعلمين الشيخ تقي الدين الهلال رحمه الله في مرضه فلما صافحه صافحه بقوة هو مرض لا يحتمل فقال ما مهمته قال معلم قال له تقدم تمنذيت أن هذا لا ينشره ولا يقودني حتى لا أقوله للنفس قال له أنتم الذين هذا أنا يهدى على هذا أنتم الذين تكونون أرزاقنا وتكفلون أبناء قلت له أنا ضيفه ومع هكذا كان النبي استقبل الضيف وأنت من طلبتني أن أأتي أنا ما كفرت أبناء المسلم بل أنا أدعوهم إلى الله بهذه الجبال ثانيا أنا ما أكلت رزقك وإلا كنت مكذبا لكلام الله لنت موتنس حتى تسقي رزقها وجلها كيف يعني كيف ثم بدل يعني الموضوع ثم سألني نحن جربنا الدعوة مع هؤلاء فلماذا تتعب نفسك قلت لا النبي صلى الله عليه وسلم مع أمي أبي طالب ويبقي مع حتى خرزت روحه ويقول كل إله فلماذا هذا العجب يعلم الإنسان فظلمت منهاج أنت تقرأ على أساس أنك عن تالد طريق نعنوا في الأن نعنوا هذا إبليس كيبر العجب هذا المتكبر لن يفقى أبدا سأصرف آيات فيها هل الذين يتكبروا وإن يروا كل آية لا يؤمنها ويروا سبيل الرشدي لا يتخنوا سبيل ما رسول يتخنوا سبيله هذه مشكلة هذه كيبرها يعني أحسب لك العلماء ما فيلش متكبيرين كي الذي لا يريد أن يخاطب الناس يريد أن يخاطب الناس من برج عاجب خصك تعدله استلهامه وتعطيه البلغاه ودله كذا ورأي يخطب الناس من برج عاجب نعم نحن مطالبون بتقديري وبحبة العلماء وخدمتهم نخدمهم لأن في خدمتهم طاعة لله تبارك لكن لا 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 أخدم آلما من هذا التراصل أنا ثرت في وجه وقلت هذا خطأ حتى أنا أعرف أن منهاجهم يعني فيه تشديد أكثر من ذلك وكان يمكن لكنه لم يجد بد إلا أن يتحدث معي طوال الليلة بأسلوم أحد فقلنا ما هذا هذا قرآن هذا هذا حديث كيف تقوم بها كذا طيب كيف لا نكون مثل هؤلاء لا إله إلا الله محمد الرسول والله صلى الله عليه وسلم الإنسان قبل الجواب البغي أن يخرج بمؤادة من هذه الدقة ذكرت لرسول الله ما أهدت تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها بلسانة قل لا خير فيها فهي في النهار هذه رسالة تصلي وتقوم لي صوم رمضان صوم ضغير ولكنها تؤذي ما فائدة هذا الصيام ما فائدة القيام ما فائدة العقيدة في القلب إذا لم تجعك تراقب الله وتخشى الله في عباده وعلم أن ربحك على قدر نفعك لخلقه فخير الناس أنفعهم للناس وهذا حديث ضعف ولكن ما نطه الخلق عيال الله وأحب الخلق أنفعهم لعياله وأسعد الناس من أسعد الناس هذه وذكر لرسول الله مرأة صلل الخمس وتصوم رمضان ولكنها تتصدق بالإقتل جيرانها تحسن إلى قال هي في الرجل تحسن قضية تحسن الأثر الخلق وذلك تصمي بزاف وتعبدون لكن تؤذي أي خير عن فائدة أربي غني عن السلوس كما يقول السيد المبي صلاة عليه وسلم فيما يروي عن ربي من لم يترك الغيبة ولا النميمة فليس اللي حاجة في أن يترك قول الزوري والعمال به من لم يترك قول الزوري والعمال به فليس اللي حاجة في ترك طعامه ويسر غير يمشي ما نقوله شيئا ولكن يعني المعنى لكن وخاكك يعني لا غينة على العبادات وعلى الصلاة والسياة نتكلم الآن عن المناج الخلق الأزمة هذه الأزمة ليس عند غينة الناس لي ليس يمسلمين وما يعبدوه عند خوتك الأصلا أن هذا لا يطرح في أمة رسول الله تعبد الله وتعبد الله يعني كنت تكلمه الآن عنه أنت كنت تقول لي فقش يكلوه هذي الناس ها هما مشاوا وتعلموا العقيدة وها هما يصلوك ولكن ألسنتهم شداد ألسن حداد على إخوانهم يغتابون معارك الذي يسل لسانه ما ترك الله ولا رسوله ولا الصحابة ولا القرآن ولا السنة ولا 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 فيه كان هذا فيه كان هذا ونستيقى فيه ونستيقى فيه على السيادة يمكن ما كانش كيم ما قلنا في الأول الصدق مع الله صدر نعم نعم إذن هذه إن شاء الله تبراك ونفعل نجيب لك حادث آخر يحفظه كل شيء هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه فقال عليه الصلاة والسلام هذه طريقة لتعليم الناس قالوا أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درام ولا متاع يشير نيل لأفلاس الماد استغرق الإفلاس كل ممتلكاته فبيعت حتى تؤدى الدين التي على كاهدة هذا يسمعنا الطوم بأفايد قال لم المفلس من أمتي مشي هذا اللي يخسر في الدنيا يمكن أن يستدرك ويراجع ثم يعود إلى ما كان أو إلى أحسن ما كان المفلس من أمتي من يأتي يوم القيام صلاة صيام صدقة عجي لإفادة ولكنه ظلم هذا سفك دم هذا سفك دم هذا اغتاب هذا غش هذا خدع هذا مكر بهذا كاد لهذا أسقط هذا غضر بهذا لم يوفي العهد لهذا خان أمنت هذا كذب على هذا بابا 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 بوشع البي فيأتي يوم القيامة وغرماؤه كثر فيعطى كل غريم صاحب حق عليه من الحسنات على قدر فاتفنا كل حسنات الصدقة والصيام والصلاة والقيام والكل ويبقى فئاب من الدائلين الغرماء لم يستوفوا حقه بكش حسنا يا ربي أن نريد حقنا قال ما عندهش حسنات قالوا ربي يأخذ من سيئاتنا على قدر مظالمنا فبكى رسوله دبعتنا قال لك يوم الشديد ليس فم تديرها من ولا دينا ما الحسنات مستيئة فتطرح عليه سيئة فيطرح في النار أليس هذا الإفلاس ألا إن الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيام ألا ذلك هو 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 مش شيء عادي واحد أخر خسرت الأخرى كل شيء فعو ألا ذلك هو الخسران المبين يتمنى لو أعادهم الله ليستدرك وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم المغ يخفف فقط قالوا ألم تكتاتكم رسلكم بالبينات قالوا بالا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلام وفوحت الصورة كقرس الدربي سبحانه وتعالى يقولون يعني أرجع الله نعمر صالحا غير الذي كنا نعمل هو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجعكم نذير جعكم رسول الله نذير والقرآن والقرآن نذير والشيب نذير والهرم نذير والمرض نذير والابتلاءات نذير وموت الإبن نذير والنظر حاطت بك من كل جهة والرسائل الربانية تأتيك في كل لحظة لا تستفيق ما لك انت ما لكم كيف تحكموه ما تقول ليه مات لكن قد تموت ما قد تموت شو ما شرق الله سبحانه وتعالى أنت ستموت يا عبد الله إنك ميت وإنهم ميتون وإنكم يوم القيامة تبعثون قد تهم القيامة ستبعث وتحشر والآن كان كتب تتطاير وموازين تنصب وأحواض يسقى منها الصادقون وصراب يجوزه المتقون ويتكردس في النار المتخلفون وجن عرضها السماوات والأرض يجري الجواد المضمر في ظل شجرة سلعين عاما ما هذا ما هذا إذن في الناس إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المسألة هذه يخصي عاث قضية تعالى علاقة الإيمان بالأخلاق علاقة العبادة بالأخلاق وأن الأخلاق هي الجانب الظاهري الذي تنتفع بالأمة وينفع الله به دين وهما الصادقين الذين ينفعوا الله به بالدعوات اللي عنده العقيدة وعنده العبادة وسي الخلق لكن تفع به الناس يوسي تعرف أنها من خلال جربتي في حياتي هاتي التي مرت أنسى الله يختمها بخير يعني خارجته إن شاء الله تبارك وتعالى بواحد الحكمة دائما كان يقولها الناس يقولهم أنا أبا شخص أنا خلاصة الحياة هو دعاء أدعوته الله وأدعوه في كل وقت وهي اللهم اجعلني سببا في تحبيب الناس في هذا الدين ولا اجعلني سببا في تنفير الناس من الدين يعني إلا كنت كنصلي وكالقول أنا مؤمن والناس كيشوفوني يكاره الدين وينفرون منزل يقول له شوف 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 هو كيصلي وكي يدير كده ويدير الدعوة ويصبنا على السرق هو صبنا على الدعوة وكده وكي يدير ديك وكي يدير ديك وكده وحصابع الناس تشير إلي لأنك نزلت في الناس منزلت فقير يعني أنت ما تقول عيني ولكن عكذا المجتمع بس كي يشوف هكذا تخير فأنت تخشى تخشى هذا الأمر لأنك تقول القيت ما تكونش أنت مسؤول على رأيك لا أنت أصبحت حملت نفسك بغير اختياري فالله تعالى تستعين به ولا حول ولا قوة إلا به فتتقول يا رب ما أنا اخترت هذا ولا كنت أفكر فيه لكني وجدت فيه زمني لهذا أنني في هذا الموقع فأنا مقصر وأنا مفلس وأنا عاصر فأنت تعرف ربي ذلك لكن أنا أعرف سعة رحمتك ما ذا من الأمر بين يومين أنا أحبك أنا أحبك يا رب أنا ليس لي غيرك أنا ببابك أقف لا أبرح بابك ولكن يا رب كما وفقتني لكي أحسن الظمن بك أنك تغفر لي فإنني يسألك ألا تجعلني سبباً في أن يكره الناس الدين بسبب سنوكي بسبب عجرفتي وعجبي وكبر وأنا أفقر الناس وأنا أحوج الناس إلى من يقر عفرتي ويستروا يستروا عيبتي ويا رب اجعلني لمقابل سبباً حتى ولكت مقصر وأنا مقصر سبباً في تحميل الناس إذا رأوك يذكرون الله قال عليه الصلاة والسلام خيركم الذين إذا رؤوا ذكر الله خيركم الذي يذكركم بالله رؤيته ويرغبكم في الآخرة عمله ويزهدكم في الدنيا منطقه مقال وأعمال ويعني في الأول في الأول الحال حال ومقال وأعمال تذكركم بالله فقط حينما يراك حالك يدل على الله وهذا لا يتأتى لكل إنسان إلا لمن أحبهم الله يسر بلهم بسيربال الهيبة في الله يعني أنهم يكون كتشوفوك تشوف يعني أحدك تكون غادي تمشي للمعصية فإذا رأيته الملائكة اللي معاه والتأييد الربطاني يقول رفيت الإيمان فلان فلان ويعود يعود ما تعدم ما هدرت معه هذا شو والسيد كي يكون مثلا يكون مثلا متكاسب فإذا رأىك وانت غادي لشي عمل ينشط وإذا أبو الكسل وترى منه العجب والكلام حينما تتكلم تتكلم يعني أن الدنيا تغطيها قيمتها التي أعطاها الله لها ولكن ترغبهم في الآخرة بالعمل وتزاهدهم في الدنيا بالمنطب ما شمية الدنيا ما لي وللدنيا مثلك مثل الدنيا الرجل استظر في يوم شديد الحر تحتضل شجرة ثم قام وتركها ما هذا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه القضية تحت حبيب الناس بالدين هذه مهمة أصحاب الأخلاق لوازن الرافع خير الناس من يحبب الله إلى خلقه ويحبب الخلق إلى الله واسط بين الله وعباده قالوا كيف يحبب الله لخلقه قال يذكر العصاط بسعة رحمة الله فلا يقنط أحد فيحبون الله بسعة رحمة الله ولأنه لا يرند سائلا تائبا أبدا وتحب ببو الخلق إلى الله حينما تذكر لهم سعة رحمة الله يحبون الله فيعودون إلى الله فهنت تقوم بهذا الطور يحببون الخلق إلى الله ويحببون الخالق إلى الله تبارك ودعا هاي كرامة هاتف طريقة تعاملهم حينما يخرجون وانت تسقل تسأل متى متى يظهر هذه الفئة واذا لابد لابد أن تتظافر الجهود جميع المؤسسات التي تحمل على عاتقها أمنة شكيل العقل بالفكرة وتربية هذا القلب بالعبادات وتحبيبهم في سلو بالقدوة قدوات العلماء الدعاء شباب طاهر المرأة المتحجبة المؤمنة صادعة بالحق المحاربة للمنجر الواقفة وقوف الجبال الشامخات في زمن الانكسارات والانحلال هذا هذا اللي الآن تبارك يانشامات بين الناس هذا الموجودون الآن هؤلاء أحذر نفسي وأحذر من أكرمهم الله تبارك وتعالى بأن اصطفاه الله يصطفي من الملائكة رسو ومن الناس يصطفيه دائما ولقد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده تحذرهم ها أن أحذرهم باش بالنتيجة التي وصلت إليها أن يحذروا أن يحذروا أن يكونوا سببا في تنفير الناس باش يسوء الاخلاق شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابي في المسجد فجاء رجل من أعرابي فبال في المسجد بحضور الصحابة ما هل هناك هل بولت على المسجد ما بال في المسجد فقام الصحابة فأرادوا أن يزرموا يقطعوا عليه بولا يبتشوب يبتشوب قال لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولا وهذه مسألة طبية بالخلقاء يمكن أن يتصب لإحصار لا تزرموا هذا المسجد عادي يتوني بسجل مما فأهرقه على المكان فالطهور أو الإشكال مشه شو ليسر أن يسروا كليسر يسروا ولا توسر بشروا ولا تنفر تطاوعوا ولا تختنوا قالت لا منهاج فلما يعني أهرق الدلو من الماء التفت إلى العربي فقالي عربي هذه بلود لا يفعل فيها هذا الذي فعل هذه بلود السجد فالرجل يعني رأى النبي سلاسي وتصرف تصرفا مخالفا من صحابته اقتنى بذلك فأحب النبي سلاسي لأن رأى فيه الرأفة والرحمة ونزل إلي ورد عنه أولئك سبحان الله لا إله ففرح ونشط فعاد إلى بعيره وحل عقاله ثم ركبه وهو يقول الله ارحم محمد ولا ترحم معنا أحد يعني صاب فالنبي صلى الله عليه وسلم استبق البعير وأخذ بخطاب البعير فقال يا عربي لقد حجرت وأسعني كلهم ارحم محمد وارحم محمد وارحم مجموعة صلى الله عليه وسلم بعد الطريقة والصحابة يتعلمون الثاني جاء رجل إلى رسول الله ما صحب قال يا رسول أعطيني مما أعطاك الله فبحث له عن شيء فأعطاه قال أحسنت لك يا عربي قال ما أحسنت ولا أجمل أنا كنت أعظم من النبي هذا من عندي إذا سألته العطاء سيعطي عطاء من لا يخشل فقسمه هذا فالأمر اشتد على الصحابة حتى انعكست آثار الغضب على وجوهه فبدت وجوههم كذلة تكسي وجوه فخرج والعربي ذهب فبحث عن شيء آخر استدام شيء واستلف شيء آخر فتبعه في طريق حتى نحق به قال يا عربي فالتفت فإذا الرسول رسول قال ما ورأك يا محمد أجمل قال لقد قلت ما قلت وأنا إنما أعطيتك ما وجد فلما قلت ذلك ذهبت فبحث واستلفت وجدتك بهذا فسقط في يدي ولم يكن يتوقح التصدف من خيرة تقلق الله خيرة من مشى على الأرض بأبي وأمي ونفسي لانفداء صلى الله على الحم وعلى الصلاة والسلام صاحب الوسيلة والفضيلة هناك قال له الآن يا عربي أحسنت لك قال أحسنت وأجملت جزاك الله من أخي الأشيرة يعني جزاك الله قال حينما قلت ما قلت في السابق وجد أصحابي عليك فعود معي وقل هذا الكلام الذي قلت ثم تفضل إلى سبيلي فعال وقال يا رجال يا أصحاب هذا الرجل أعطيته في البداية ما وجد وقلت له أحسنت لك يا عربي فقال كلمة فذهبت ففتشته واستدنته واستلفته واتبعته حتى أعطيته والآن هو يقول كلاما أردت أن يأتي إليكم لكي يعيد علي ما قال بيني وبين أحسنت لك يا عربي قال أحسنت وأجمل فنعم أخو العشيرة أك فراح أين سبيله لأن يصبح أعلم هذا اللهم ولا جعلني سببا في تنفير الناس من الدين وجعلني سببا في تحبيب الناس في الدين فقلوا مثلي وبثلكم ومثل ذلك الذي دعونا إلى الله كمثل رجل شردت له ناقة وعليها زاده وماء فصار يجري وراءها حتى يقبض عليها لكي يركب صهوتها فيستمر في سفره وبينما هو يجري وراءها وأعلم بخلق دابته إذا بالناس من كل الجوانب رأوني أسرع وراء ناقتي للقبض عليها فأراد المساكين أن يعين ونين وحد يجري منه فكلما صرخ إلا وازدادت شرود فقلت لهم أيها الناس خلوا بيني وبين ناقات أنا أعرف بخلقها وأعرف بالسبب وبالوسيلة التي أصل بها إلى ما أريد فتنح سكت فأخذت من قشام الأرض ثم ناديتها بصوت ألفته مني فسمعتني وقد هدأت أصوات أخر وضجيجهم وخلال الجو وصف الجو لكي تستمع لي ثم خاطبتها بحاجتها وتعرف صدقي فاستضارت بعد ورأتني أحمل لها ما تحب فوقفت ولم أعد أحتاج إلى الجر ثم جاءتني مستقبلت جاءتني حتى أنا أخذ بين يدي فأخذت خطامها وأعطيتها كشام الأرض وركبتها ثم استمررت في سفر فالول اللي تركتهم هكذا لضاعت دابة وزاد ولضللت تائها في تلك الصحراء وسأكون هالكا لا محالا حتى لا أهلك أنا ولا تهلك أنتم ولا يهلك ذلك العربي فحينما قال ما قال في البداية وجدتم عليه ولو تركت قلوبكم واجدة عليه لغضب الله عليه ولدخل الله أنا بعث لله لأدفع حجوز الناس عن النار أنا رحمة العالمين فذهبت أخاطبه بحاجتي أملأ الفراخ الذي يستشعره بالحاجة الحاجة هو الفلوس أغياكم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوان أنا كنقول الدعاء مشاريع دي الخير مشاريع دي كاد الفقر أن يكون كفر إلى أصحاب الأموال لتستثمر من أجلي حتى لا يذهب الناس عيادا بالله ليعملوا في مخدرات ويقذف أنفسهم في البحر ويعملون في الفنادق التي والعياد والله تروج المخدرات وتروج الخمر والخنزير ويجن شي نعم دومي كجن هش فذهبت في استذنت ما عنديش ولحقت به فلما ملأت هذا الأمر الذي منه جاء ذلك السلوك غلقت تبعني فجاء لك يقول ما قال فرجاه الله من الله أنا لم أكن سببا في أن أخذ والعياد بالله فكرة خاطئة على الداعية وأنتم يجب أن تتعلموا يا أمتي عن طريق أصحابي ليهم القيامة كيف تتعامل مع هذه الأنفس إن النفوس جملت على محبة من أحسن إليها وإن أعظم إحسان تقدم لهم وحسن خلقك فإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم برحابة صدرك اسأل لي سؤال قولي تريد أن تلخص الأخلاق في ماذا تلخصها في ماذا تلخص الأخلاق تلخصها في ثلاث المظهر والأعمال السلبية خلق سلبية وإيجابية أقول حسن الخلق أضلعه ثلاثة المظهر إياك أن تعب سفي نشي أخي الفساد ابتسم لأخي فالأسنان ليس عورة كما يقول بعض الدعاء ويقسم بالله إن الأسنان ليس بعورة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر 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 حاله التبسّم وتبسّم في وجه ثم القناس بوجه طلق الفساد ما تحب كيف تتعبس في الناس أنت تخدم عليهم الكلمة الطيبة قول معروف ومغفر خير من صدقة يتبع وأذى هرقعت له الصدقة وأنت تؤذي بالمن الكلمة الطيبة دو الجرح هذه الأولى هذه الفساد الفساد ما اسمه فيه في العين تشوف دائما في صاحبك تبتسم جيد وإذا ناداك كان المسلم يلتفد هذا وإذا صافحه لا ينزع يده من يد من صافحة حتى يكون ومن يصافحه من التقم أذنه لا يصرف الأذن حتى ينصرفه من جالسه يصابره في جلسته فلا ينتقل حتى يخرج الآخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات ولا يريدون أوجه ولا تعدوا عيناك عنهم تريدون زين هذا الفساد أغلب الناس فشلين في الفساد المتدينين المتدينين متدينين أنا أريد أن يقولك تتحرك تشيري بديل أغلبهم فساد فشلين فيه الفساد عليه أربعان طعام نقط على عشر الثانية كف الأذى عن المسلمين فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه وياده تخطيش دير الخير لا تؤذيه لا تؤذيه بلسان اللبز ويل لكل همزة اللمزة الذي جبع مال وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا سادة ربك يقولك في القرآن يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسا يكون ولا نساء من نساء عسا يكون خير منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلقاء بيسال اسموا الفسوحوا بعد الإيمان ومن لم يتبفأوا لك من ظلمون يا أيها الذين اجتربوا كثير من الظلم إن بعض الظلميث ولا تجسسوا تقريباً قاعد فرق اللي كان في الديار قاعد تجسسوا أنا الآن دائماً كنتجيني نتعلم مرة في التيري فو نتع رجلا النيران اشتعلت في البولة وتفرق وفرح الشيطان تجسس هذا خلق ذميم ولا جسس وليقتل بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يكون لحماء خيامة يتم فكر يتمو يعني لا تؤذو الناس يقول المسي يا معشر من آمن بلسانه ولم يتغلغ للإيمان إلى قلبه لا تؤذو الناس لا تؤذو الناس لا تؤذو الناس بأنسنتكم هذه الثانية الثالثة بذل الندى فضل خير عندك وبذله لمن ليس له ذلك الخير قل المسيس من كان له فضل ظهري فليعود على من الله ظهر على من كان له فضل مال فليعود لمن ألم لمن له ومن كان له فضل زاد فليعود على من الله ظهر له ومن كان له فضل علم فليعود بفضل علمه على من لا علم له ومن كان له فضل قوة فليعود بقوته على من لا قوة له ومن كان له فضل بصر في الرضيع البصر في الطريق من كان سمعه ثقيلا فليزيد في صوته حتى يسمع فهو صدقة الله هنالحشا زي densاء ما هتكشف حاجة فضلك ربعا هنالحشلي متوجد ربعا مما رزقناه ينفقون والرزق هو مادي ومعنوي لأن الناس الصحابة قالوا ذهب أن الدكتور بالأجور يصومون كما نصوم لكن يتصدقوا حين لا تصدقوا قالوا أولا أوليس الله جعلكم تصدقون كل تكبيرة صدقة كل تحميدة صدقة تهليلة صدقة حوق نادة صدقة خطوة كيلة مسجد صدقة حتى قال وفي بضع أحدكم صدقة فتعجب قال ويأتي أحدون شاوته وله في عجر قال كذلك إذا يعني كان يأتيها في الحرام فالعلي وزر فكذلك إذا أتها في الحلال فله هجر إذا فالإنسان شبه تبارك وتعالى ينبغي أن يتمثل هذا الخلق بالأضراع الثلاثة الفصاد سهل ولكن ليس سهل لأن لك شيء مقرم يكون يحب الناس القلب السليم عن الناس ويحبه الناس يحب السيف غادي أنت تحبه كانوا سيئنا يقولوا مرحبا لمن جاء يحمل زادنا إلى يوم القيامة أكشي لي جيب أشتعه فمن الخرج مع أخيه ليقضي حاجته قضية من تقضى خير له من أن يعتكف الشهر في مسجد هذا ويثبت قدمه على الصراط وما تزل الأقدام ما تزل هذا عادي؟ ما أقول على منابر من نور على منابر من نور والثانية لا تؤذيه والثالثة إيه لا عندك شيء فضلا سيدي؟ أنفقه على إخواني لا تكون شحيحا أنفق هذا على إخواني الذين يدخلون الجنة بغير حساب تجد أنهم بإذن الله تبارك وتعالى برعوا وتفوقوا في الأخلاق ماشاء الله والله لما مدح النفس المدحوا بالأخلاق من مكان يقوم حتى تتفطر قدمه ومع ذلك مع ذلك أبضح الله بالأخلاق ماشي بالعباد وإنك لا على خلق خلق عظيم شو سيدي؟ لا حل ولا قوس إلا بالله العلي العظيم لا حل ولا قوس إلا بالله العلي العظيم يوقي ما ينادي المنادي فليقم من كان أجره على الله فليقم من وقع أجره على الله فيقوم في آم قليل فيدخلوا لجنة بغير هساب قال كيف يكون أجره على الله قال كيف قال كانوا يعفون عن الناس قال تعالى فمن عفاه وأصلح فأجره على الله هذا خلق ماشاء الله ثانيا كان رجل يدين الناس يطلقوا في هذه الأزمة مع أرطف على أسعار فيقول لغلمان من وجدته مؤسرا تركه من وجدته سيد تجاوز وعلي فيقف بين يدرف يقول هل هل عملت من خير؟ قال ما عملت من خير قال الله ظلم اليوم هل عملت؟ قال لا قال إني كنت أداين الناس فأنذر المؤسر وأتجاوز عنه قال أنا حق بالتجاوز تجاوز عنه الثاني يقولك هذا الدرجة أنت أعلم الشهداء وهذه عجيبة يعني نكتة عجيبة لطيفة عجيبة في الإسلام نعم قال لك الإنسان في هذا الزمن خاصطه يقضي الدينة عن المدينة دون أن يعرف يمشي عند الحانود دكة يقول له أعطيني ذاك الكارنين تاعد كل ناس اللي ما عندهم وفقرة يخلصون يقول له ما يقولون يخلص ينادى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ولش درجة أكثر بالشهد لأن الشهد يزوج بثنتين وسبعين حولية من الحور هو يقول له اخفر ما شئت من الحور ويدخل الجنب غير عزان ها هذو كثلاثة الذين آووا إلى غار وفرج الله عنه ماذا شو الأخلاق ما كيرل لصلاة ولا ود مشي بعد الصلاة مشي لكن ديك الصلاة أثمرت هذا لكن الإيمان أثمر لأن لكم من الإيمان أثمرت يعني هذه الوحدة المتكاملة هذا البناء اللي تكلمنا عنه هو الذي أقصده فالأول يعني قال له يا رب أنت تعلم أنه كانت لابنة عم العفة شباب للشباب العفة يا معشر الشباب من ضمن لي بين فكيه وفخذي يضمان له الجنة جاءت لابنة عمي وكانت أحب الناس إليه فطلبت وقد أصابت مجاعة أن أعينها كنت له ولا كرام حتى تمكنني من نفسك المهم قصة معروفة فلما جلست بين شعابيهم أربعة أي كان قابق وسيني أو أدنى أن يعتدي على العرض فقالت له لذلك الوقت لك وعدك ولوجه وخوفا من الوقوف بين ذلك يفرج عنه لحشراته الصخرة تخركت ودخل عليهم شو عمي شمس جاء الثاني اللهم شو هذا تسمى العفة فللبر اللهم إن كان له كان لي والد وكان لي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني 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 كان عنده شي حاجة ليسترحى على هذا غبوقهما فكان إذا حلب وجاء بذلك الحليب إلى بيته لا يوثر أبويه أبدا يعني دائما يعطي الأبو الوالدهما الولاو الولدهما يعني شردت وابتعدت فتطلب الأمر وقتا أكثر فلما جاء بالحليب وجد الأبوين قد ناما والولد من شدة الجوع يصرخ يصرخ قال فما أنا بمستطيع أن أفسد عليهما لهمهما فلا أخذ قال قال السكت على جهود ولم تطاوع لنفسي أن أعطي لي ولدي قبل هما ظل لي بكل الجام ونور الجام حتى استفاق فأعطيتهما ثم عدت بفضل ما اللي لي اللهم يكنت فعلت هذا فأفرجت فتحرك البرج الوالدين ها أنا صخت ها اللي بغي يدخل لي جدنا بها والدين والثالث اللي في القعكم اللهم يكنت في يوم مأيما استأجرت أجراء فأعطيته في آخر يوم لكل أجراء أجراء إلا واحد قال لا شأنني بها ثم تركها فذهبت اشتريت بذلك يعني شاء وعيرا فأصبحت بعد سنوات وديال من الشاء والعير وفي يوم من الأيام طرق بابي فوجدت نفسي وجهني وجع ما مرجو الله يعرفه وقالت تعرف لي وقلت لا أعرف قالت تذكروا يوم كذا حين استأجرت أجراء فأعطيت لكل واحد من أجرطها إلا واحد فتركها وكذا جئت أنا صاحب تلك الأجراء احتجتها فأعطيني إياها قال الله اتبعني ها هي أجرط قال قلت أتستاذئ بي قال هي لك ثمرتها طيلة غيابي قال فأخذها كلها حتى ويتم يجلب اللي كانت نفسي لك ويخلاج ولم يترك لم يناجي خلاكلها اللهم اللهم كنت فعلت ذلك فرج عننا فنفرجت فنفرجت سبحانه وتعالى إذا كاي العفة عن هنا وكاي البر والدين وكاينا لا تأكل عرق الضعاف هي وللكلام إن شاء الله تبارك وتعالى بقية سأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل بما ذكر في هذه الحلقة بهذه الأفكار الرائعة بهذه الأفكار المفيدة إن شاء الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يكون لها نعكاس إيجابي طيب على حياتنا على أقوالنا وعلى أفعالنا أكرمك الله شيخ أبلاً هاريكم أكرمتنا في هذه الحلقة وبرك الله فيك وبرك الله لك في صحتك وعلمك وأبنائك وزادك الله من فضله الواسع وأنا أقول إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك العظيم أن يسترق قبائحنا أوفر عبادك مما تنزله فيه من بركاتك ورزقك وخيراتك ورحماتك ودرجاتك وكرمك وفضلك ومنتك واجعلنا فيه يا رب من أكثر عبادك وأفضل وفرع عبادك مما تصرفه عن عبادك من الأقدار التي لا طاقة لبابها صلى الله عليه وسلم على حبيبنا شكراً بزيحة المسابعة لكم وحبكم في الله والسلام عليكم وحصلاً وبركاته إلاك الله